موسيقى بينهم رئيس امريكي سابق مشاهير بدلوا آراءهم عن اسرائيل بعد زيارتهم فلسطين اعاد نشطاء على مواقع التواصل نشر مقاطع مصورة تضمنت آراء لمسؤولين سابقين وشخصيات عامة ويهود كشفوا من خلالها حقيقة الوضع في فلسطين وعلى رغم اختلاف رواياتهم الا انهم اتفقوا على حقائق كانوا شهود عيان عليها في فترات شابقة حول المعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني من جراء سياسة البطش التي تتبعها اسرائيل فلسطين تطالب مجلس الامن بالتصويت لصالح مشروع قرار يدعو لوقف فوري لاطلاق النار طالبت الرئاسة الفلسطينية اعضاء مجلس الامن الدولي المقرر عقاده مساء اليوم الجمعة في نيويورك بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين استنادا للمادة التاسعة وتسعين لميتاق الامم المتحدة وذلك طبقا للقانون الدولي الانساني واكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم انه قد حان الوقت لان يتم اتخاذ هذا القرار لوقف حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وظفة الغربية فقد استغل رجل الاعمال كونه خريج جامعة هارفرد لرصد ما يحدث في الجامعة بشكل خاص اذ كانت 33 منظمة طلابية في الجامعة قد اصدرت بيانا تحدثت فيه عن ارتكاب اسرائيل اعمال عنف في قطاع غزة ورد اكمان يجب ان تكون اسماؤهم ظاهرة حتى يعرف الرأي العام اراء هؤلاء الطلاب في المقابل رفضت جامعة هارفرد طلب الملياردير الامريكي ليقوم هذا الاخير بنشر اسماء ثلاثين طالبا شاركوا في نشاط اخر مناهض للاحتلال وعرض الاسماء على شاحنة كانت تجوب شوارع المدينة في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم كما بعث رسالة الى رئيس جامعة هارفرد قال فيها ان الجو في الحرم الجامعي اصبح فضيعا والوضع يزداد سوءا وزعم رجل الاعمال ان الطلاب اليهود في هارفرد يتعرضون للانتهاكات والهجوم اللغضي والجسدي توازيا كشف طالب على موقع اكس ان اسمه ادرج في قائمة